تحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والذي يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين خصصت اليونسكو يوم الثالث والعشرين من أبريل نيسان للاحتفال بيوم الكتاب العالمي لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي تحتفي منظمة الأمام المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف تحت شعار افتح كتابا تفتح أذهانا اليونسكو خصصت يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي ولتجيع الناس عموما والشباب على وجه الخصوص على اكتشاف متعة القراءة كذلك يهدف الاحتفاء إلى استعراض الطرق المناسبة لنشر ثقافة الكلمات المطبوعة والسماح للجميع بالوصول إليها ومن اللافت أنه سيتم إعلان مدينة الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 لتكون أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب والثالثة في الوطن العربي بعد كل من بيروت والإسكندرية وقع الاختيار على الشارقة تقديرا لبرنامجها اقرأ أنت في الشارقة ولدورها البارز كذلك في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية وكشف تقرير نشره موقع Global English Editing أن الهند جاءت في المرتبة الأولى في ساعات القراءة بمعدل فاق العشر ساعات أسبوعيا اللافت في التقرير تصدر مصر والسعودية لمرتبتين متقدمتين عالميا إذ احتلت مصر المرتبة الخامسة فيما احتلت السعودية المرتبة العاشرة متقدمتين على عدد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان ونوها التقرير إلى أن مستخدمي الهواتف المحمولة في إفريقيا قدوا ما معدله أكثر من أربعة ملايين ساعة في قراءة الكتب على هواتفهم المحمولة في عام 2018 بنسبة زيادة مقدارها 32% مقارنة مع عام 2017 ترجمة نانسي قنقر